بعد إعلان المعلمين دخولهم في إضراب عام وشام رغم استقالة الوزير واتفاقهم مع الرئاسي بشأن مطالبهم لتنفيذها ها هو رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يدخل على خط الاعتصام ويقول إن مطالب المعلمين المعتصمين مشروعة ما لم تذر الاعتصامات بسير العملية التعليمية شكشك وفي تصريحات للأحرار اعتبر السمرار إغلاق المؤسسات التعليمية من بعض المعتصمين أمر غير مبرر وابتزاز لمؤسسات الدولة بعد الاشماع الذي جرى معهم نهاية أكتوبر الماضي والاتفاق مع المجلس الرئاسي على جل مطالبهم ودخولها حيز التنفيذ شرط بدء الدراسة والالتزام بوضع إطار زمني لإعادة النظر في المرتبات وعدم تنفيذ قرارات وزارة التعليم الأخيرة بشأن فصل أكثر من 152 ألف موظف إلا بعد التحقق منها وللالتزام بالاتفاق دعا رئيس ديوان المحاسب المعلمين والأجهزة المعنية بتنفيذ مطالبهم والالتزام بالاتفاق دون تأخير أو شروط إضافية قائلا إن الديوان والأجهزة الراقبية ستتخذ الإجراءات بحق من تورطوا في استغلال الوظيفة أو قصروا في عملهم لضمان حصول الطلبة على حقهم في التعليم خطوة الإضراب وفق ما ورد عن تنسيقية ونقبات ومراقبية التعليم رد على تباطئ المجلس الرئاسي وعدم اكتراثه بالمهلة التي منحت له في اجتماع زليطن من أجل تسمية وزير للتعليم وإلغاء ما سموه بالقرارات الجائرة بحقهم إلى جانب تفعيل صندوق الرعاية الصحية وتطبيق القوانين التي تكفل حق المواطنين في الرعاية الصحية وهو مطلب قال شك شك في تصريحات للأحرار إنه جرت الاستجابة له وبدأ العمل على تنفيذه تصريحات رئيس ديوان المحاسبة تأتي تزامنا مع انطلاقة جزئية ومتفاوتة بالمرحلة الأساسية في مدن غرب ليبيا وجنوبها إذ فتحت كل مدارس طرابلس الكبرى أبوابها معدى جنزور كما دخلت مدارس جبل نفوسة في إضراب أيضا باستثناء مدارس يفرن بينما أقفلت زوار مدارسها وأضربت أيضا سبها ووادي البوانيس في حين فتحت بقية المدن أبوابها بالمنطقة الجنوبية ليبقى مصير العملية التعليمية مرهونا باستجابة الأجهزة المعنية مع مطالب المعلمين ومدى قبولهم لها ترجمة نانسي قنقر